بكل سعادة قدمت سعيدة بوتريكا إلى أحد مراكز إجراء المقابلة الشفاهية الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة كلها أمل في أن تكون واحدة من الفائزات بمنصب من 19 ألف خصصته وزارة التربية الوطنية للطامحين إلى دخول قطاع التربية يعني كانوا نكيستيون في متناول جميع ما كاش حاجة ديفيسيل والله نوع تعالى الأزئلة سؤال للشخصية الأستاذ بشي يختبر ذلك الأستاذ أنه في استطاعة أنه ثقة عنده ثقة بنفسه يقدر يواجه تلم من يقدر لا لا السؤال الثاني في المجال التخصص آراء المترشحين تباينت حول أهمية مقابلة الشفاهية فبين من يعتبر نقاطها مهمة وحاسمة يرى آخرون بأنها شكلية في حين اشتكى آخرون من سوء التنظيم بسبب العدد الكبير للمترشحين الأمر الذي دفع بلجنة الانتقاء إلى ملح وقت قصير للممتحنين في المقابلة الشفاهية عدد كبير للمناصب المفتوحة في مسابقة توظيف الأساتذة هذا العام يقابله عدد أكبر لمترشحين جعل كثير منهم غير متفائل بالنتائج التي سيتم الإعلان عنها في الثاني والعشرين جوان المقبل إذن هنا بأحد مراكز إجراء امتحانات مسابقة توظيف الأساتذة أجرى العديد من المترشحين صابحة اليوم المقابلة الشفاهية ولتذكير فإن وزارة التربية منعت لأول مرة الصحفيين من تقطية أجواء إجراء امتحانات كان معكم محمد لجاني موفد شروق نيوز إلى أحد مراكز إجراء امتحانات توظيف الأساتذة من العاصمة